يعني انا كان ليا الحظ والشرف يعني ان انا كنت عملت عدة لقاءات مع البابا شنودة وكنت مقعد مع البابا شنودة كان دائما عنده شكوى وعنده يعني احساس بانه فيه اشياء ما زالت مطلوبة واشياء يجب انه الاقباط يحصلوا عليها واو الاخر وكنا في عصر انه لو كنت عايز ترمم جدار في كنيسة في مصر يجب ان انت تستصدر قرارا جمهوريا مسألة يعني كانت صعبة جدا وكان في حاجة اسمع القرار الهمايوني كان مسألة غريبة يعني ما كانش يمكن التعامل مع الامور بشكل سهل ولكن في ظل هذه الادارة اصبح التعامل مع الكنيسة هو التعامل زي التعامل مع اي دور عبادة زي المسجد ليه التصريح بتاعتها مسألة ليست صعبة بيقرها السيد رئيس الوزراء بيقوم عليها الناس بتأخذ حقوقها الناس بتتحرك الناس تشعر يوم بعد يوم اكتر بالمواطنة اي مشروع جديد في البلد لازم تشوف الجامع والكنيسة يعني ما والرئيس يعني دي خلاص بقت بالنسباله مسألة ما فيهاش يعني ايه جدل خلاص يعني ما بيسألش ما بيسألش فين الكنيسة لانه معروف انه في المكان ده زي ما تتبني فيه جامع محترم كبير بيتبني فيه ايضا كنيسة كبيرة محترمة